تعاقدات جديدة لوزارة الصناعة لإنتاج منظومات ري الحديثة الوزارة التي افتتحت العام الماضي مصنع للمرشات الزراعية بطاقة إنتاجية تصل إلى 1100 مرشة أشارت إلى تطوير حجم تلك المنظومات لتتلائم وحاجة الفلاحين لكميات المياه وفق الطرق الحديثة والمقننة تم تجهيز وزارة الزراعة ب475 مرشة محورية خلال العام السابق وتم توقيع عقد جديد مع وزارة الزراعة أيضا لتجهيزهم ب1370 مرشة خلال العام 2024 وإن شاء الله خلال الأسبوع القادم سيتم تجهيز دفعة من هذا العقد الجديد مع وزارة الزراعة 12 ألف مرشة خلال العامين الحالي والمقبل ستسلمها وزارة الزراعة للفلاحين في محافظات نينوى والأنبار وكربلاء والنجف وديالا أكثر من مليون دونام من أصل أربعة ملايين في الأراضي الصحراوية شملت بنظام المرشات الحديثة وفق الوزارة التي أكدت زيادة المساحات المحتمدة على هذا النظام تعاقدنا مع وزارة الصناعة بمجموعة 133 مليار دينار كمرحلة أولى لتجهيزنا بما يقارب 1900 مرشة محورية متعددة الأحجام وأيضا عدنا تسع مناقصات أعلنت لتجهيز الوزارة بما يقارب 3600 مرشة محورية بمجموع مبالغ يتجاوز 250 مليار دينار فضلا عن ذلك عدنا تعاقد مع شركة باور النمساوية لتجهيزنا بما يقارب أو أكثر من 6000 مرشة محورية بمجموع مبالغ 300 مليون دولار وكانت الحكومة قد أعلنت عن جملة تسهيلات مالية وإدارية لدعم عمل الفلاحين منها تحمل الدولة 30% من قيمة المرشات وزيادة فترة سداد قروض شرائها لتصل إلى 11 عاما بهدف الإسراء بالتحول نحو نظم الري الحديثة ومغادرة الكلاسيكية منها عباس نعمة العراقية الإخبارية بغداد